نقول بأن الأزهر يعلم الإسلام الوسطي أو وسطية الإسلام الإسلام الذي يعرف التسامح الإسلام الذي يعرف الإسلام اللين الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكي يطهر هذا العالم من الأدران ومن عبادة الأوتان ومن كل ما كان نقائص بشرية الدين كما تعلمون بأنه عبارة عن مصالح للناس تحقيق سعاد الناس وسعادة الناس الدين الإسلامي لا يعرف القتل ولا العنف ولا الإرهاب ولا التطرف الدين الإسلامي يعرف التسامح يعرف أصل الحضارة الحقيقية في العالم أيضا من الحضارة الإسلامية هل تعلمتنا ذلك في فترة إقامة كنا في مصر؟ هل استشعرتم هذا؟ أم إلى الآن لم تدرسنا الإسلام أو قواعد الإسلام وفقط في هذه المرحلة قواعد العربية؟ يعني أريد أن أعرف هل دخلتم في مناهج لتعلم الإسلام الوسطي من الأزهر بنكاتي الأزهرية؟ أوجدنا أن في مصر يعني عشان 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 إيه؟ أجد أن أقرر لماذا؟ قدلنا أن في مصر يعني يعملون في كل مذاهب هناك تعدد مذاهب المذاهب الأربعة مذاهب الأربعة تعرفين المذاهب الأربعة؟ نعم ما هم؟ الحنفي والشافعي وحنبلي وحنفي شافعي حنبلي ومالك وأنتم في بلادكم ما هو المذهب الشائع؟ شافعي نحن كلنا شافع شوافع كلنا مسلمون لا تحذب نحن مشفع بالشوافع شافع بالشوافع غالينا نتشافع كلنا